حسيت مبارح لأول مرة يعني بس من الناس اللي نفس اشوف سان مورسي في المنتخب احب دايما اشوف محمد النني في المنتخب بس حسيت مبارح ليه كابتن حسام حسن دائما وابدا يعتمد على مرانة عطية وده هيبقى السؤال ليه كابتن حسام حسن مرانة عطية اهم وراء عنده لما ناس بتيجي دايما تتكلم على الشكل وبناء بتاع منتخب مصر مع كابتن حسام حسن بتتكلم على انه راجل عنده نزعة هجومية ما بيكون عندك نزعة هجومية لازم يبقى عندك حدد بلغة الكرة بيلم وراء كل الناس المجموعة الامامية دي بالاضافة لانه بيلم لازم يكون بيستخلص بشكل جيد بيقطع بشكل جيد الاتحامات السنوية بيتفوق فيها لازم يكون عنده لونج باس بيمشي بشكل جيد وده النقطة المفصلية دايما او الادنج فاليو اللي بيضيفها دايما مرانة عطية لما بيلعب مكان اي حسن او كيمة المضافة لمرانة عطية في المنتخب او في المركز ده ونادر ان ما كان بيبقى عندنا لعيب مركز ستة عنده القدرات دي دايما الفكرة ارتبطت عند الناس انه لعيب مركز ستة وراجل سبويلر بيبوز عجمات المنافس رابدستروير بيجي في نقطة معينة ويحطم الهجم او يوقف بناء الهجم لا هو بيعمل الادوار المطلوبة منه بيعمل عملية التغطية يمين وشمال بشكل ممتاز بيعمل عملية الزيادة والباسنج للجزء الامامي بشكل ممتاز تعال احكي لك حكاية بسيطة يلا بي ارسن بينجر فيه كسر عالم الاندية اللي فات في الموسم الحالي بداية السنة الميلادية يعني بعد مباراة اتحاد جده لما قال على مروان عطية انه انا مستغرب لعيب زي ده لعيب زي ده ما بيلعبش ازاي في اوروبا الرجل ما كانش بيبالغ لما تعمل التقرير نشوفه بعد شوية من اللجنة الفنية بتاع الاتحاد الدولة على الموقع الرسمي الاتحاد وقثنوا فيه على مروان عطية انه كان افضل لعب وبيلعب على وسط ملعب في مين في كانتي في بني وكانتي لكن هو كان المقارنة كان محطوط في المقارنة كان محطوط كانتي ومحطوط ترتيب اللعيبة كان اولهم طبعا في المباراة اولهم طبعا ما رأنا عطية لو نعرض الصور بتاعت التقرير فالراجل لم يكن يبالغ ابدا اه اي لعيب في الدنيا ده كان التقرير دي صورة التقرير يا كريم كانوا بيتكلموا على اللعيبة والقدرة على الضغط واستعدت الكورة والقدرة على التمرير للجزء الامام بتقرير مفصل كامل اول لعيب هات الصورة اللي بعدين على طول اللي هي فيها الصورة الكبر اي ودي عشانه اوضح شوية دي كان فيها مروان عطية كان بعدين طبعا امام عشور لكن كنا متكلم على انه قوة وسط ملعب الاهلي اكبرت بتحجد انه يعمل تيرن اوفرز يفقد الكورة مرة واثنين وثلاثة وهو بيبني الهجمة فالاشادة بمروان عطية مش النهاردة ولا مبارح القيمة اللي بيمثلها مروان عطية حتى ولانه خفض مستوى في بعض المباريات علشان الناس بتتكلم في ده بتعروح بقى ليه القريطة الحرارية بتاعت الراجل وتعاش في الراجل ده وبيدوس فين في الملعب دي الارقام دي الارقام بتاعته ده الافريج بتاع مروان مع منتخب مصر بفترة كابتن حسام حسن بتتكلم على انه الباس اكيرسي تسعين في المية ده افريج مش بكلم بسه او دقة التمريرات بتتكلم على في النص الملعب نص الملعب الباس في نص ملعبك ده ناس بتكلم يقولك يسعين مركز ستة بيبصر ورق لأ 95% طب تعالوا نبصر قدام الباسات الامامية في نص ملعب المنافس 83% نسبة كبيرة جدا ورقم مرتفع جدا للعيب مركز ستة دقة التمريرات الطولية 71% رقم كبير وعظيم جدا للعيب بيلعب مركز ستة تعال روح للي بعديها على طول روح للي بعديها على طول دي الخريطة الحرارية الراجل بيدوس في كل حتة في الملعب آه التركيز يمبارح كان أكتر عجبها اليمين جيب لك الراجل كان بعمله لكن الراجل كان بيدوس في كل حتة في الملعب واقرنوا لك بالمباراة اللي قبلها الراجل كان نورت أدوار تانية خالص وتلع الرجل لمباراة بالمناسبة رجل لمباراة بارح تبع لكل المواقع الأحصائية كانوا روان عطاية وهو واخد أعلى متوسط تقييم 8 أو 3 من 10 كمتوسط تقيم في المواقع اللي حصائية كلها مراوان عاطية. تعال روح بقى لي. الحالات ايه اللي الرجل اقدمه في المطش. بص الكريم. الكرة دي كان في اولها. كرة تم اطعام من منتخب مصر ومنتخب موريتانيا من الهجمات الاوليال اللي عامل فيها عملية الزيادة امتى في الديئة اربعة. بص الرجل هيفضل رايح معايا مش هيعمل فاول. كم. كمان واحدة. كمان واحدة الرجل عينه على الكرة مش هيعمل فاول. هياخده الكرة ويرجع ويبتدي هجمة. كمل. كمل كمان واحدة او القطع. قطع سليم. كمل. الرجل وقع. هياخدها مراوان ويبتدي هجمة. ادي اول دور ان الراجل بيقدر يستخلص لك الكرة بدون اخطاء ويرجع لك الكرة عشان تبتدي بها الهجمة بتمريرها سليمة. اللي بعد. بص. وركز دايما على مكان مراوان. بص مراوان فين. دايما مراوان مش عينه بس على الكرة يا كريم. الوعي. بس كان الدائم سواء في الحالة الدفاعية او الحالة الهجومية. الرجل هنا كرة لسه بيستلمها لعيد منتخب موريتانيا وورايا هعمل الكافريج وعين وعلى الرجل اللي بيجري عشان هيقطع بعدها. كم. اه دي اهم نقطة. ان مراوان كمان لقيب زيج جدا. جدا. الاسكان والتحرك في الملعب يا كريم. الحركية بتاعت اللعب مش بس طول وقت خبط ورازع. لا او الراجل قادر يشتغل بمتزج. بص هنا. الراجل هنا بيعمل السابورت الحد فين. الراجل بيعمل السابورت الحد التلت ده. بص هنا الكرة راحة. الحكم ما حسبش فاول. رغم من الكرة دي كان فيها فاول لمحمد صلاح. الكرة دايما موجود فين هنا. موجود في النص يا في الملعب. لي موجود في النص وده لوعي. والاسكان. لان احمد عيد هنا راجع من الزايد. احمد لما بيبقى زايد زايد لفوق شوائي بص احمد زايد هنا. بص ميلا هينزل تحته بقى. مش في القلب. لا تحت على الخط. مراوان عطيه. هو اللي يعمل كروس كمل. كمل كمان واحدة. راجل عامل كروس بالمناسبة. هو راجل راجل مش باك. وراجل مش من المفترض ان هو يا تاجت الاماكن دي عامل كروس سليم وكراسر. بص هنا نفس القصر. الراجل الحركية بيسموها او الحركية بالجنب. هو ط الماشي بالجنب. علشان يعرف يغير اتجاهاته طول الوقت معه. اللعيب اللي بيجري. كمل هنا كمان. كمل. هنا خرج مراوان. خرج رامي برا منطقته كرة دي لو كملت. كانت هاجمة لانك التلاتة على واحد. كمل اللي بعده. بص بس وقف هنا. ارجع هنا. ارجع هنا. نقطة الكريم بتكلم عليها من شوية كريم. ده لعيب مركز ستة. نزل كان هو اللي بيعمل الشغل كله بتاع التغطيات على كل اللعيبة. يمين وشمال واللعيبة الامامية كلهم. الراجل بمنتهى البساطة. بص. اترى لو بصت على لعيبة منطقة في مصر. بستثناء محمد حمدي. وده الاسكان. كلهم ممسوكين. لو لديتها لأي لعيب بقت هجمعتها دي. الباص بوش الرجل. ده لو عملوا اي لعيب تاني. لو عملوا اي لعيب تاني من الاسماء الكبيرة. يا ناس هتقول لك. فرج. بص. ناس هتعلم من الباص اللي بوش الرجل. بص الباص. باص. انا. القيمة مش بس في الباص. القيمة في الاسكان اللي اتعمل على محمد حمدي عشان تحطره في المكان الفاضي. روح للسرعة اللي بعدها. الكرة راحت لم محمد حمدي. بصها تنزل فين. دقة التمرير. الكرة تنزل قدام محمد حمدي في المسافة اللي فاضية في ظهر في ظهر الرجل المدافع البكرايت. علشان الرجل يحطها بمنتقى البساطة. وتبقى بداية الجول. لاننا بالنسبة لي احنا عاديم من الفرج. على الماتش مبارحة كريم. كل الناس اللي كانوا موجودين. قالك سبعين في المية من الجون ده. مروان. لان هو اللي وده محمد حمدي هربه من الخانقة اللي عملها منتخب موريتانيا. وهو اللي وده الكرة لمحمد حمدي عشان يحط سطح الورح لليوبعدي. University of Michigan. هاتف اللي فات. المتش اللي فت على طول. المتش يوم سبع. المت讖 منتخب مصر يوم سبع. تا Corona. شار اللي فت على طول. كان ثاني أعلى اللاعبين تقييما مروان عطائها. بعد مين? بعد المرورة Cristiano contributor ماي relationship with��. ثالث أعلى اللاعبين. في التقييم بتاع مباراة أمس. يعني كان الأول هو مروان التاني محمد صالح. الثالث كان رّمي ربيعة. عبالما تيجي اسف. طيب عبالما تيجي. دلوقتي عملينا جبنا معظم اللعب الرجل بي cover. المنطقة اللي في عمق الملعب وقادر يعمل البروجريسيف باس وقادر يشتغل وفي نفس الوقت وبيعمل التغطية دايما ناحية المين ورحمة بعيد عمال بيقفل ورحمة بعيد طب في مباراة تانية بتاكتك مختلف بنفس العناصر للهجمال كتير جدا الرجل كان واخد كل الواجبات لانه كان كابتن حساب حسن مطير محمد حمدي طول الوقت فعشان ما كانش في حمدي فتحي في المباراة كان بيلعب لوحده بس مراوان عطية فكان بيعمل الكافرج في المسافة اللي وراء حمدي فتح اللي وراء محمد حمدي فطول الوقت هو اللي بيحمي لك المنطقة دي هو اللي بيبني لك الهجمة هو اللي بيساعدك على التدرج في الكرة فرجل كابتن حساب حسن في المنطقة الخلفية بالكامل هو مراوان بص هنا الرجل عامل الكافرج فين العكس تماما من اللي كان بيحصل مباراة المنطقة ناحية الشمال طول الوقت كافرج ماشي ماشي الحالات طول الوقت اللعيب اللي بيخد لك الكرة التانية اللعيب اللي بيعمل لك الاستخلاصات اللعيب اللي قادر يعمل لك الكفر ناحية الشمال أنا بالنسبة لي هو رجل الحلقة بالنسبة لي ورجل المباراة ورجل كابتن حسام حسن في الجزء الخلفي أنا بالنسبة لي الرجل في الجزء الأميه وتريزي جي لكن في الجزء الخلفي من الملعب وسط الملعب وخط الظهر الرجل الأول لكابتن حسام حسن ومرعطي ماشي الحلقة تلاقي المنتخب مصري بيطلع على مروان مروان هو اللي بيغطر راحة الشمال مروان هو اللي بتدرج بالكورة هو الحل بتاعك والمتنفس اللي بينزل تحت عشان نعرف يخرجه بشكل جيد سواء بشورت باس أو بلونج باس كفاية الحالات فيه أربع أرقام بس كنت أنا باعتهم أربع أرقام مشبه الأرقام بتاعت مروان مبارح خلينا أقولك أن كل أرقام اللي أقول لك دي هو الأعلى في المباراة يعني الاستخلاصات هو الأعلى في المباراة إنه عند القدرة إنه يعمل تمريرات للنصر الأمامي نسبة دقة تمريرات مروان مبارح عجبناك تسعين في المائة خلينا أقولك إن من التسعين في المائة دي أرقامه إن وجاءت الصناية الثمانية على تسعة والناس شايفت البنية الجسدية بتاعت لعبة مرة تانية عاملة إزاي طبعا فلما أنا أكون لعيد ده دي تكنيكاليتي مش قوة دي تكنيكاليتي فنية إن أنا أدخل في تسعة التحمية تاخد تمانية أدخل في تام مرات أعمل تدخلات أخب منهم سبعة مع لعيبة أدي مرتين بدنيا يعني استرجع الكرة رجع الكرة تلات مرات أخيرا أهم رقم بالنسبة لي تمريرات التلت الأخير 11 منهم 10 نكحين يعني مش بس بعمل باسات لورا وقادر إن أنا أحافظ على التدرج وعمل الباسنج لا ده أنا بعمل 11 تمريرا خلال المباراة للتلت الأخير من الملعب المنافس وأنا ألعب مركز 6 اللي بطلوب مني كل الأدورة الدفاعية دي منهم 10 نكحين مروان عطية بيقدم مع كابتن حسام حسن كل الحلول الممكنة للعيب مركز 6 فأخيرا اللي قاله أرسن فينجر على مروان عطية في مباراة التحق جدا ما كانش كتير أبدا على مروان عطية الله عليك بص محمول بيبصلك إزاي عجبك طبعا كابتن محمد لا عجبك حاشل أنت هتعلّي ده كده 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 كده